بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف الثاني الصناعي قسم تشغيل المعادن أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ودرس جديد ومادة تكنولوجيا القشط تكنولوجيا القشط هي من المواد الأساسية في المواد الفنية التي ندرسها اللي فيها كمية كبيرة من المعارف اللي من خلالها بقدر أربط الدراسة النظرية بتاعتنا بالدراسة العملية داخل الأقسام العملية طبعا هي اسمها تكنولوجيا القشط كلمة القشط جاية من العمليات اللي احنا بنعملها على مكينة اسمها مكينة المقشطة عندنا أنواع كتير من أنواع المقاشط اللي بنستخدمها في عمليات الصناعة اللي من خلالها بعمل عمليات كتير جدا بتفيدني في عمليات تشغيل المعادن أول نوع من المقاشط اللي احنا بنستخدمها عندنا وهي المقشطة النطاحة كلمة مقشطة نطاحة كلمة نطاحة جات من حركة الرئيسية للتمساح المقشطة بتيجي بتشبه نطح الكباش عملية القشط في المقشطة بتيجي بطريقة مختلفة خالص عن الطرق المختلفة في عمليات التشغيل في عمليات التشغيل مثلا عندك في عمليات الخراطة بتكون الحركة الرئيسية عندك يا حركة دورانية ولكن الحركات الرئيسية اللي موجودة في المقشطة بتكون حركة ترددية خطية وبما أنها اسمها عمليات القشط أو المكينة اسمها المقشطة ده معناه أن أنا بزيل أجزاء من سطح المعدن بمعنى أن أنا عندي أداة القطع بتاعتي في المقشطة اسمها ألم القشط والألم ده بيتحرك حركة ترددية فبيبدأ يزيل إيه؟ يزيل سمك معين من سطح المعدن يبقى أنا دلوقتي بما أن الألم بيتحرك حركة ترددية أو حركة خطية أنا ممكن أستخدمه استخدامات كتير إيه هي الاستخدامات الكتير دي؟ رقم واحد لو أنا عندي شغلة والشغلة دي عريضة وأنا عايز أعمل لها تسوية أسطح يبقى ألم القشط هنا ممكن يعمل عملية القشط الجزء ويرجع وحرك الشغلة وياخد جزء تاني ويرجع وياخد جزء تالت ويرجع وياخد جزء رابع ويرجع فيعمل تسوية للأسطح دي حاجة الحاجة التانية لو أنا عندي جزء من معدن والجزء ده عبارة عن بلوك كده مقطع ومربع أو مستطيل أنا ممكن أعمل عملية القشط دي وأعمل هنا في النص مجرى نسميها مجرى حرف U ممكن نعمل المجرى دي فتبقى جاية بالشكل ده مقطعها فنسميها مجرى حرف V ممكن كمان باستخدام تركيب خاصة إن أنا أركب جهاز تقسيم يعني إيه جهاز تقسيم يعني جهاز ممكن ياخد الجزء الاستواني الدائري ويقدر يقسمه لي بحركة بسيطة لعدد من الأقسام المتساوية اللي من خلالها مع حركة القشط ياكل سنة وحرك وكل سنة تانية وحرك وكل سنة تالتة يبقى أنا دلوقتي عندي فكرة عامة إن أنا الحركة الرئيسية بتاعتي بتاعة المقشطة هي حركة ترددية هستخدمها في إيه؟ هستخدمها في إن أنا أعمل تسويت أسطح أفتح مجاري حرف U أفتح مجاري حرف V ممكن نعمل مجاري على شكل شبه منحرف اللي إحنا في الصناعة بنسميها المجاري الغنفاري ممكن أفتح بيها أسنان تروس ممكن نعمل بيها أشكال كتيرة عن طريق إن الألم بتاعي يكون رأسي أو الألم بتاعي يكون مايل طب إحنا بقى علشان ندرس عمليات القشط كويس لازم نعمل إيه؟ لازم أدرس المقشطة كويس جدا وأعرف كل جزء بيتكلم عن إيه؟ أو بيتحرك إزاي علشان أقدر أستخدمه في عمليات مختلفة رقم اتنين هي الحركة الترددية دي جات منين أنا كلما بدخل القسم العملي بتاعي أو بدخل الورشة بتاعتي وبشوف المقاشط أو المخارط أو الفريز بلاقي إن كلهم متركب لهم مطور كهرابي والمطور الكهرابي ده لما بوصله الكهرابي بيتحرك حركة دورانية طب لما يتحرك حركة دورانية أنا هحول الحركة الدورانية دي لحركة ترددية إزاي؟ آه يبقى لازم أدرس الحركات الرئيسية بتاعة المقشطة النطاحة يبقى أدرس كل الأجزاء أدرس هتحكم في الحركة إزاي؟ أدرس كمان أدوات القطع بتاعتي اللي أنا هستخدمها المواد اللي هتصنع منها إيه؟ هتتسبت إزاي أدوات القطع دي على المقشطة ما أنا ممكن كمان أستخدم أدوات القطع دي في القشط الخارجي للمشغولات أو في القشط الداخلي للمشغولات يبقى حقدر أثبتها إزاي؟ يبقى أتكلم عن الأجزاء بتاعة المقشطة أتكلم عن الحركات الرئيسية في المقشطة هحولها إزاي من دورانية الترددية؟ هتكلم إزاي؟ هسبت أداة القطع وأداة القطع دي زواياها إيه؟ رقم أربعة لازم أكون عارف هي المشغولات بتاعتي على المقشطة هتتسبت إزاي؟ المشغولة هيواجهها الألم بتاعي أسبت الشغلة دي إزاي؟ علشان ما تنجارفش مع الألم وتتحرك معاه وتكسر لي الألم والشغلة تبوز وأدي إلى فقد كمان إيه؟ تكاليف من تكاليف الإنتاج اللي موجودة عندي تعالوا نبدأ مع بعض درسنا كده ونشوف إيه هي عمليات اللي بتجرع على المقشطة وأجزاء المقشطة نبوز كده مع بعض المقشطة عندي اسمها المقشطة النطاحة وبتتميز المقشطة عن المقشطة بحركة أداة القطع ففي المقشطة بتتحرك سكين القطع حركة مستقيمة ترددية والحركة دي الترددية هي اللي بتعمل عملية القشط بتنطلق من نقطة بداية فتمر على سطح المعدن مزيلة طبقة يبقى هي بتشيل طبقات عشان كده قولنا هي بتقشط أو سميناها مقشطة مزيلة طبقة منه ويسمى مشوار القطع المسافة اللي بيأخدها أداة القطع أو التمساح رايح جاي اسمه مشوار يبقى أنا عندي دلوقتي الألم بتاعي ده الرأس بتاعتي اللي بنسميها رسمة والرأس بتاعة التمساح اللي مسبتها الألم الألم وهو بيتحرك وهو رايح بيزيل جزء من الشغلة بتاعتي وبالتالي هيعمل إيه؟ هيعمل إزالة يبقى أنا ممكن أستخدم الإزالة دي في عمل تسوية في عمل مجاري مثلا حرف U حرف V خلي بالك إن الألم وهو رايح بيعمل عملية القشط إنما وهو راجع ما بيعملش قشط الألم بتاعي بيترفع لأعلى يبقى أنا القطع بتاعي أو إزالة المعدن بيتم في شغط القطع بس إنما في شغط تاني اسمه شغط الرجوع يبقى أنا لما أقول بتنطلق من نقطة البداية فتمر على سطح المعدن مزيلة طبقة منه بيسمى مشوار الإيه؟ القطع إنما لما ييجي راجع تاني يبقى ثم تعود ثانية إلى نقطة النهاية من نقطة النهاية ويسمى مشوار العودة والمشواران يسمان شوطن يبقى المشوار كأنك رايح أو جاي اللي رايح اسمه مشوار القطع اللي راجع اسمه مشوار الرجوع إنما اللي رايح واللي راجع لهم المسافتين دول اسمهم شوطان طب إيه هي العمليات اللي بتجرى على المقشطة النطاح رقم واحد قلت لك إن أنا أعمل تسوية للأسطح المعدن بتاعي أو الشغلة بتاعت اللي أنا هشتغل فيها السطح بتاعها مش مستوي طيب أنا كده هعمل تسوية إيه؟ أسطح رقم اتنين هعمل فتح المجاري حرف يو وأقدر كمان أعمل فتح المجاري حرف في نمرة أربعة أعمل فتح للمشقبيات الحاجات اللي هي المفرغة اللي زي المجاري الخوابير رقم خمسة باستخدام تركيب خاصة يمكن قطع الجريدة المسننة وأسنان الآيه؟ وأسنان التروس أنا قلت لك إن العمليات اللي أنا هعملها اسمها إيه؟ تسوية أسطح فتح المجاري حرف يو أو في ومشقبيات تعال نشوف شكل كل العملية من العمليات دي شكلها إيه؟ عندي هنا أول عملية اللي هي تسوية الأسطح خلي بالك الألم بتاعك بيتحرك وهو رايح كده رايح يعمل شوط القطع بعد أما حياكل شايفة السمك بتاع الريش أو عرض الريش لنا ده بعد أما يشيله هتبدأ الشغلة بتاعتي تتحرك في اتجاه السهمة أربعة يبقى أنا دلوقتي رقم واحد دي الشغلة رقم اتنين ده الألم الألم بتاعك بيتحرك إزاي؟ بيتحرك للأمام وهو رايح يعمل القطع وبيتحرك للخلف وهو بيعمل الرجوع بس بعد أما بيرجع للخلف تمام؟ بتبدأ الشغلة تتحرك في اتجاه أربعة طب افرد أنا عملت تسوية لسطح الشغلة دي كلها كده وعايزة يشيل جزء منها تاني يبقى هخلي الألم ينزل في اتجاه السهم خمسة علشان ياخد عمق قطع جديد تعال كده نشوف شكل تاني من الأشكال بتاعة العمليات اللي بتجرع على المقشطة النطاح فتح المجاري ممكن تكون مجاري حرف U ممكن تكون مجاري حرف T ممكن تكون مجاري حرف V أنا هنا بعمل مجرى حرف U ده جزء منها يعني والألم هنا نزل مستقيم دي مجرى حرف T دي مجرى اللي احنا بنسميها المجرى الغنفاري اللي هي على شكل شبه منحرف يبقى أنا ممكن أستخدم الألم بالحركة بتاعته عمودية ومستقيمة ممكن أستخدم الألم بتاعي وهو ميل طب تعال كده نشوف أشكال تانية من العمليات اللي أنا ممكن أعملها على المقشطة نمرأ بعد كده من ضمن المجاري يعني اللي هي حرف U وحرف V أنا هنا عملت إيمالة للرسمة وعملتها برضو حرف A حرف V وممكن أكون شكلت جواه كمان حرف U يبقى أنا هستخدم إمكانيات المكينة بتاعت اللي هي المقشطة في إن أنا أعمل مجموعة من الأشكال أو أفتح مجموعة من المجاري في الشغلة ولكن أنا كنت أنهيت إن أنا عندي حاجة اللي هي باستخدام تركيب خاصة ده اسمه جهاز تقسيم جهاز التقسيم ده دي الشغلة بتاعتي اللي أنا بشتغل عليها الشغلة بتاعتي دي كانت شغلة استوانية جهاز التقسيم ده ممكن يقسم المحيط بتاع الاستوانة دي لعدد من الأقسام المتساوية يبقى دلوقتي أنا لو جيت بالألم بتاع القشط بتاعي وأشط الجزء ده عملت هنا سطح وخليت جهاز التقسيم يلف كده في الاتجاه ده ستس لفة فأنا حقشط سطحي تاني وستس لفة سطحي تالت خلي بالك أنا بقول ستس لفة يبقى هي حتيجي حتعملي ستة أوجه يعني تعملي شكل مسدس زي الصمولة اللي أنت بتشوفها عندك في وسائل الربط طب تعال نروح بقى ببعاد إحنا معرفنا إيه هي العمليات اللي ممكن تجرع على المقشطة تعال نشوف مع بعض كده هي إيه أجزاء المقشطة أجزاء المقشطة النطاحة تعال نبني المقشطة جزء جزء أكيد أي مكينة مقشطة مخرطة فريزة أي مكينة مكبيرة عندك لازم يكون الجزء الرئيسي بتاعها اللي اسمه إيه الفرش وده اللي بيتثبت عليه كل الأجزاء يبقى رقم واحد عندي الفرش وده اللي شايل كل الأجزاء ودايما الفرش بيبقى من الظهر المسبوك لأن قلنا في آآ كل المواد بتاعتنا أو في كل الماكينات اللي موجودة عندنا الظهر ده بيبقى خامد لاهتزازات وغير حساس للشروخ وبيتحمل الضغوط يعني هيتحمل أوزان الماكينة كلها رقم اتنين جسم المقشطة وجسم المقشطة ده حيكون جواهه سندوق تروز عشان يديني سرعات مختلفة رقم تلاتة الصينية بتاعتي اللي بنقول عليها الرجبة والصينية دي اللي حتشيل الشغلة بتاعتي وتتحرك بيها الأعلى والأسفل علشان تديني عمق القاطع أو يمينا ويسارا عشان تديني التغذية رقم تلاتة طبعا أنا عندي هنا العمود اللي شايل الصينية وبعد العمودة عندي التمساح التمساح بتاعي ده هو ده اللي بيتحرك حركة ترددية وده اللي حيتسبت عليه أداة أو حيتسبت عليه الرسمة اللي بتسبت عليها أداة الايه؟ أداة القاطع بعد كده عندي هنا الرسمة اللي هي حامل للألم بعد كده حيكون عندي الألم بتاعي اللي هو ألم القشط بعد كده حيكون عندي المنجلة دي وطبعا المنجلة ما هيش جوز أساسي في المقشطة ولكن جزء بيساعدني في عملية تثبيت المشغولات بعد كده هيبقى عندي الشغلة كده أنا عندي فرش والجسم والصينية والعمود بتاع حركة الصينية عشان يطلعها لي الأعلى والأسفل عندي التمساح الرسمة الألم والجزء اللي أنا حسبت بالمشغولات وهناخد مع بعض طرق كتيرة لتثبيت المشغولات بعد كده عندي الشغلة بتاعت اللي أنا حعمل فيها عملية القطع وأكيد لازم مين اللي حيديني الحركة اللي حيديني الحركة هو المطور خلي بالك بقى أن المطور هنا حيلف كده حركة دورانية وعندي جوة تركيبة حندرسها مع بعض النهاردة حتحول الحركة الدورانية دي لحركة ترددية عشان الألم يروح يعمل عملية قطع ويرجع تاني ونزل بالرسمة دي الألم لأسفل عشان ياخد عمق قطع جديد وتقشط وترجع تاني ونقشط ونرجع تاني وهكذا طبعا أنا كده بنتلك المقشطة بتاعتك من أول الفرش بتاعها اللي بتتبانى عليه والجسم والتمساح وغيره تعال نشوف الرسمة المقررة علينا الرسمة دي الرسمة اللي انت المفروض ترسمها بقى رسمة تخطيتي بتبانى الفرش والجسم والمطور والتمساح وحامل الألم والألم بتاعك اللي بتشتغل بيه الشغلة والمنجلة اللي بتثبت عليها والصينية وغيرها طيب أنا دلوقتي عندي حركة إيه؟ حركة دورانية جاية من المطور ولكن أنا محتاج أحول الحركة الدورانية دي لحركة ترددية عندي التمساح شايل الألم وعايز تحرك حركة إيه؟ ترددية أحولها إزاي؟ قال لك أن احنا هنحولها عن طريق أن أنا هعمل زراع الزراع ده لو أنا خدت الزراع ده وعندي حاجة بتدور فوهي بتدور وهي رايحة كده بتزوء الزراع وبتلف وهي رجع ترجعه تاني يبقى أنا كده خدت الحركة الدورانية حولتها الحركة إيه؟ ترددية يبقى أنا هجيب دلوقتي زراع وحجيب فلانشة دائرية ولكن هخلي الزراع ده مثقوب من الداخل علشان أخلي البنز اللي بيتحرك معه اللستوانة حقيقة استوانة دائرية فلانشة وفيها بنز زي المصمار يعني والبنز ده عمال بيتحرك على محيط اللستوانة البنز ده وهو بيتحرك يبدأ ياخد الرفعة بتاعتي دي ويحولها لي لحركة إيه؟ ترددية حركة زهابا وحركة إيابا بس في حاجة إيه هي؟ أنا دلوقتي وأنا التمسح بتاعي بيتحرك للأمام فهو بيعمل عملية القشط إنما هو راجع دي حركة علشان أرجعه لنقطة البداية تاني يبقى أنا مين الحركة اللي لازم تتم ببطء جدا؟ الحركة اللي لازم تتم ببطء جدا اللي هي حركة القاطع اللي هي حركة الزهاب إنما الحركة اللي أنا عايزها ترجع بسرعة اللي هي حركة العودة يبقى اللي رايحة أنا عايزها تتم ببطء وحركة العودة تتم تكون سريعة وبنسميها الرجوع السريع طب تعالوا بقى نشوف ازاي حنتحكم مع ان الفلانشة بتلف حوالين مركز وليها قطر واحد ازاي حخليها تعمل الذهاب في وقت طويل والعودة في وقت ايه في وقت قصير تعالوا نشوف كده مع بعض حنحول حركة دورانية الترددية ازاي وكمان ازاي حناخد شوط القطع ياخد وقت اطول من شوط الرجوع تعالوا نشوف كده عندي هنا النظرية بتاعت التمساح انا عندي دلوقتي دي فلانشة دائرية وعندي هنا بنز البنز ده لما بيلف مع الفلانشة فحيلف ويجي هنا ويرجع تاني ويلف ويجي هنا ويرجع تاني يبقى الفلانشة دي عمالة تحرك حركة دورانية والبنز ده عمال بيلف معاه فانا حجيب الزراع الزراع ده متقوب من الداخل ومتسبت على رأس الزراع ده التمساح خلي بالك بقى ان الفلانشة دي وهي بتلف حيحصل ايه خلي بالك يا انا ممكن اغير التمساح ده اخليه الرأس بتاعته دي ناحية اليمين والديل بتاعه ناحية اليسار ويبقى الدوران العكس طيب انا دلوقتي حيحصل دوران الدوران ده عيحصل في ايه ان البنز ده حيتحرك من هنا الهين طب وهو بيتحرك من هنا الهين هيعمل ايه حياخد الزراع ده يودي الناحية التانية يبقى انا اتحركت من هنا الهين فانا اتحكمت كده في شوط القطع بدأت بالتمساح من النقطة لحد النقطة دي كان ده شوط القطع اللي كانت فيه السكينة بتاعت المقشطة او قلم القشط يعني بيعمل فيه شوط القطع طيب هو دلوقتي الفلانشة دي وهي بتلف مش البنز ده وهو بيكمل اللفة حيرجع لورا كده اه حيرجع كده خلي بالك بقى معايا عشان دي نقطة مهمة انا دلوقتي كان الزراع هنا وبعدين لما لفيت بقى الزراع هنا فاخد قوس كبيره طيب انا دلوقتي لما يبدأ الزراع ده البنز ده يكمل اللفة حيرجع هنا فحياخد الزراع ده يرجع وراء تاني طيب خلي بالك القوس اللي حصل اثناء شوط القطع كان قد ايه اللي هو القوس ده طيب والقوس اللي حصل اثناء شوط الرجوع قد ايه اللي هو القوس ده اه خلي بالك ان اللفة الواحدة هنا كانت 360 درجة كانت 360 ايه درجة يبقى انا عندي دلوقت الجزء ده تقريبا تلتين اللفة الدورانية عشان كده بقولك ان الزراع ده لما حيتحرك في شوط القطع حيتحرك ببطء كبير قوي لانه خد قوس كبير انما لما يجي راجع للخلف في شوط الرجوع اللي هو ما بيمثليش اي اهمية غير ان انا جيب اداة القطع وارجحها لبدايتها تاني يبقى حياخد القوس الصغير ده فحياخد تلت المسافة بس يبقى شوط القطع بياخد تلتين الدائرة اللي هي كانت 360 درجة يبقى حيتحرك ببطء وشوط الرجوع حياخد تلت الدائرة اللي هي حتديني حركة سريعة تعالى انا جبتلك كده جزء سيميوليشن للحركة بتاعتي تعالى ناخدها على الرسمة المقررة علينا هنا بقولك ان انا فعندي فلانشة دائرية عندي ده المركز اللي متسبت عليه الزراع ده الزراع ده دلوقتي الفلانشة دي وهي بتلف حوالين نفسها كده ممكن تاخد الزراع من هنا تحركه لهنا او اذا كانت الفلانشة دي بتلف لليسار يبقى هتاخدوا من الجزء ده تحركوا للنحاء التانية لاحظ ان انا عندي قوس كبير وقوس صغير القوس الكبير ده يبقى ده بتاع مشوار القطع والقوس الصغير بتاع مشوار الايه الرجوع تعالى نفصلها كده مع بعض عشان كده هسامح حد من ولادي بيقول لي هو انا الكلام ده لما ينطلب مني اكتبه ازاي فبقول له تكتب عند تشغيل المحرك الكهرابي للمقشطة بتنتقل حركة دورانية الى صندوق السرعات عبر قابض ثم الى الترس الرئيسي المثبت الى مركزه واحد اطراف عمود المرفق ده كده الترس الرئيسي اللي متسبت هنا طرف عمود المرفق تحته ومتسبت هنا ايه في بنز واخد الزراع ده علشان يتحرك معاه هقول له اما الطرف الثاني فمثبت الى مركز المنزلقة يبقى هنا ده متسبت الطرف ده متسبت مع المنزلقة اللي هتاخد التمساح بتاعي رايح وجاي فمثبت الى مركز المنزلقة في مجرى الزراع المتأرجح طب احنا دلوقتي بعد اما سبتنا الترس وسبتنا الزراع المتأرجح ده وخلينا فيه بنز هنا من الترس بيتحرك جوه الزراع هيحصل ايه عندما يتدور الترس الرئيسي الترس ده لما بيلف حوالين نفسه يدور وفقا فان عمود المرفق له ويحرك الزراع المتأرجح عبر المنزلقة حركة بندولية من طرفه على الاعلى فيحرك النطاحة يبقى انا دلوقتي الجزء اللي في اعلى ده هيتحرك يمينا وايه ويسار انا كده لغاية دلوقتي بقيت عارف ان الحركة الدورانية دي هتعمل لي هنا في الزراع حركة ترددية اللي انا هاخد بيها التمساح احركه طيب دلوقتي هيفرق ايه المنزلقة بتاعتي في اسناء مشوار القاطع بتقطع مسافة كبيرة خلي بقى لك انه بيقول لك ان المسافة الاكبر في مشوار القاطع في اسناء مشوار العودة وبتدور المنزلقة 360 درجة يبقى مشوار القاطع بيكون اكبر من مشوار العودة والمنزلقة اصلا بتلف هنا كده 360 درجة في الشوط الواحد طب هو بيقول لك ايه بقى بيقول لك ان مشوار القاطع بيتم في 220 درجة ومشوار الرجوع بيتم في 140 ايه درجة يعني انت الجزء الاكبر السهم اللي احنا كنا رسمينه فوقه هنا كان بيعمل 220 درجة والجزء اللي تحت 140 ايه درجة وبكده بتكون النسبة انه هو بياخد زاوية كبيرة اللي ايه المتين وعشرين يبقى شوط القاطع بيتحرك ابطأ من شوط ايه من شوط الرجوع وبالتالي بنقول ان النسبة ما بين السرعتين بتاعتي بتكون تقريبا بنسبة اتنين الى تلاتة بنسبة اتنين الى ايه الى تلاتة طب انا دلوقتي وانا بعمل عملية القشط بتاعتي انا حددت الايه حددت بداية وانهاية المشوار انا حددت بداية المشوار نتخيل كده ان ده الم القاطع وقلم القاطع بتاعي ده بيتحرك بداية من هنا لحد هنا نفترض ان المسافة دي مثلا ايه تلاتين سنتي الشغلة بتاعتي بقت موجودة هنا بدايتها هنا الالم هيتحرك كل ده على الفاضي وينتهي لا انا حددت طول المشوار بتاعي وابدأ اخلي ان الالم بتاعي بدل ما كان بيبتدي هنا وينتهي هنا لا انا حاخد المسافة دي وحركها كده لحد ما بداية الالم تكون مع بداية قبل بداية الشغلة ماينفعش الالم يكون على نفس بداية الشغلة بالضبط لازم يكون قبلها بمسافة علشان ما يحصلش ارتطمة بين سن الالم والشغل طب الكلام ده هيكون ازاي انت قلتلي دلوقت ان التمساح اللي شايل الالم في زراع بياخد التمساح ده حركة ترددية الى اليمين وإلى اليسار التمساح ده بيبتدي من هنا وينتهي هنا اه بس انا ممكن اعمل حاجة بما ان التمساح ده مربوط مع الزراع ده والزراع هو اللي بياخده كده وكده انا ممكن اخلي جزء فتيل من الداخل الفتيل ده ممكن يخلي الزراع ده ويخلي التمساح يتحرك كده يبقى هو بيبدأ يزوق التمساح من ورا القدام او انه بيمسكه من النص او انه بيمسكه من الاخر يبقى انا دلوقتي بدأ تحرك نقطة طلاقي الزراع مع التمساح صحيح ان الشوط الواحد مثلا 30 سنت بس في الحالة دي هخلي 30 سنت يبدأوا من هنا او يبدأوا من هنا ازاي عن طريق ان انا حرك نقطة الطلاقي بتاعة الزراع اللي بيحول الحركة الدورانية الحركة ترددية احرك نقطة الطلاقي دي للخلف او احركها الايه للامام الكلام ده بازاي صامولة ملولبة من الداخل وبيبقى عندي فتيل ملولبة مسبت على التمساح مجرد ان انا بلف الفتيل ده فبيبدأ يتحرك للخارج او يتحرك للداخل ولكن طول الشوط بيستمر كما هو وطبعا فيه طريقة تانية لتغيير طول الشوط بيكون عن طريق البنز اللي مثبت على الفلانشا لانه كل ما بيقرب من المركز بيقلل طول الشوط وكل ما بيبعد من المركز بيطول الشوط ولكن دلوقتي انا عايز احدد ايه عايز احدد بداية ونهاية الشوط يبقى انا هغير نقطة التلاقي اللي موجودة ما بين الزراع وموجودة ما بين التمساح تعالوا كده هنغير طول الشوط ازاي ونرجع تاني نشوف باقي الجزيات اللي لازم ندرسها مع بعض في عمليات القشط نبص مع بعض هنا انا عندي ده التمساح بتاع المقشط وده عندي الزراع اللي انا كنت بحركه من شوية الزراع ده انا كنت بحركه علشان ياخد التمساح للامام وللخلف خلي بالك ان القلم القشط هنا بدق فين بدق هن وبينتهن طب افرد الشغلة دي كت موجودة في الجزء ده يعني في المنطقة دي يبقى انا كنت عايز ارجع التمساح لورا ارجعه ازاي في نهاية الزراع في دي اللي هي الجشمة وده الملولب ده ده كده فتيل فتيل يعني عمود ملولب الجشمة دي يعني جلبة ملولبة من الداخل وطبعا متركبة مع الفتيل الملولب ده يبقى اذا ان اليد المرفقية دي لو انا لفتها الجشمة دي هتبدأ تاخد الزراع وتتحرك للامام او تتحرك للايه للخلف انا لو لفت اليد المرفقية بص الجشمة جات هن طول الشوط هو هو ولكن كل اللي اختلف بدل المشوار بتاعي او الشوط كان بيبدأ من هنا ينتيه هنا لا انا خليته يبتدي هنا ويننتيه هنا لاحظ ان طول الشغلة واحد ولكن اللي اختلف نقطة البداية ونقطة النهاية يبقى انا كده عملت ضبط لموقع الشوط او عملت ضبط لبداية ونهاية الايه المشوار خلي بالك كل الحكاية ان انا الزراع كان متسبت عليه جشمة يعني جلبة ملولبة وعن طريق اليد المرفقية اللي متركب مع العمود الملولب بدأ تحرك الرأس دي ولكن كل حكاية هو انت مش الزراع هو اللي اتحرك ده انا لما حركت اليد المرفقية التمساح ده كله اتحرك معي جل ورا انما الزراع ده ما بيتحركش الا مع الفلانشة الدائرية تمام الكلام ده اكتبه ازاي مستر محمد اقول لك تعالا نشوف مع بعض يكتب ازاي يبقى عند ازاحة مصار المرفق في الترس المرفقي الكبير الى الخارج فانه يدور في دائرة اكبر وتتسع الحركة وتتسع الايه الحركة الترددية للمرفق المتأرجح فيزداد طول الايه المشوار ويحدث العكس عند ازاحة المصار للداخل يبقى انا ممكن احولها للداخل او للايه او للخارج طيب انا دلوقتي عرفت كل الاجزاء بتاعتي اللي موجودة في المقشط طب هو انا بقى وانا شغال على المقشطة بتاعتي لازم اراعي ايه اه لازم اراعي عدة عوامل العوامل دي اللي هتحدد عملية القشط العوامل دي اللي هتكون بتسبب لبعضها الزيادة او النقصة لما كنت بتدرس تكنولوجيا الخراطة او بتدرس في عمليات التأب او هتدرس بعد كده في عمليات التفريز هتعرف ان في مجموعة عوامل مرتبطة ببعض ليه ليه يا مستر محمد ربطيلي الخراطة بالقشط بالتأب بالتفريز هقولك ليه لان انا عندي دلوقتي تلات مسميات سبتين عندي اللي هي سرعة القطع اللي هي التغذية اللي هي عمق القطع هتروح في الخراطة تلاقي سرعة قطع وعمق قطع وتغذية هتروح في القشط هتلاقي برضو سرعة قطع وعمق قطع وتغذية هتروح في التفريز هتلاقي برضو ان شاء الله لما تطلع في سنة تالتة هتلاقي سرعة قطع وعمق قطع وتغذية طب العوامل دي بتأثر على بعضها آه طبعا بتأثر على بعضها ليه؟ لأن ما ينفعش يكون عندي عمق قطع كبير وسرعة عالية لازم عمق قطع كبير وسرعة قليلة لما يكون عندي تغزية كبيرة لازم تكون سرعة القطع قليلة وبطيئة يبقى العوامل دي كلها بتأثر على ايه؟ على بعضها سرعة القطع هي طول الريش المقطوع في الدقيقة عمق القطع يعني المسافة اللي بتتغلغلها أداة القطع داخل الشغلة لما كنت في الخراطة وعندك شغلة استوانية كان الألم بتاعك بيتغلغل داخل الشغلة في شكل أفقي إنما في القطع يبقى عمق القطع هو تغلغل الألم داخل الشغلة في شكل رأسي يبقى أنت عندك سرعة القطع طول الريش المقطوع في الدقيقة نمرة اتنين عمق القطع هو المسافة اللي بيتغلغلها الألم داخل الشغلة أو تقدر تقول عليها سمك المعدن المزال في كل وش الألم بتاعي وهو بيتحرك السن بتاعه بيزيل سمك من المعدن يبقى السمك ده هو ده عمق القطع اللي هو سمك الريش المزال طيب عندي بعد كده التغذية أنت بعد ما بتعمل شوط أشط بتحرك الشغلة وتعمل شوط أشط وتحرك الشغلة يبقى دي اسمها التغذية يبقى التغذية عندي هي المسافة اللي بتتحركها الشغلة بعد كل لفة من لفات الايه؟ بعد كل حركة من حركات الألم طيب إذا كان أنا عندي عمق قطع وسرعة قطع وتغذية الحاجات دي بتأثر على بعض؟ قلنا آه بتأثر على بعض بس لازم تزود عليهم نوع معدن الألم وتزود عليهم نوع معدن الشغلة ليه؟ قلتلك قبل كده في مادة تانية أن أنت عندك سرعة القطع وعمق القطع والتغذية ونوع معدن الشغلة ونوع معدن أداة القطع لو قلتلك إيه العوامل توقف على سرعة القطع شيل سرعة القطع وقول البقين إيه العوامل توقف على عمق القطع شيل عمق القطع وقول البقين لو قلتلك إيه العوامل توقف على التغذية شيل التغذية وقول البقين ليه؟ لأن التغذية بتتوقف على سرعة القطع وعمق القطع وسرعة القطع ونوع معدن الشغلة ونوع معدن أداة القطع انت لو عندك معدن صلب جدا ناشف جدا يبقى لازم تشتغل بسرعة قطعة قليلة عندك معدن طري ممكن تشتغل بسرعة قطعة كبيرة عندك دلوقتي معدن صلب يبقى انت هتشتغل بتغذية قليلة معدن طري ممكن تشتغل بسرعة كبيرة ألم القطع بتاعت طبعا الأقلام دي هناخدها بعد كده إنها مصنوعة من الصلب الكربوني والسبائكي والكربلات الملبدة والسراميك والماس كمان يعني فيها صلادات متدرجة كلما صلادة الألم كانت مرتفعة يبقى أقدر اشتغل بسرعة قطعة عالية وبتغذية عالية وبعمق قطع كبير يبقى إذن الخمس عوامل دول بيأثروا على بعض إيه هم سرعة القطع عمق القطع التغذية وكمان تزود عليهم إيه نوع معدن الشغلة ونوع معدن أداة الإيه ونوع معدن أداة القطع تعالوا نشوف مع بعض العوامل ونشوف إزاي حتأثر على بعضها العوامل الواجب مراعتها عند عمليات القشط المختلفة رقم واحد التغذية والتغذية عندي تعرفها هي المسافة العرضية التي تتحركها الشغلة بعد كل شوط من أشواط القطع يبقى كلمة التغذية هي المسافة اللي بتتحركها الشغلة بعد كل شوط من أشواط القطع رقم اتنين عمق القطع عمق القطع يعني سمك الرايش المزاق أو المسافة اللي بتغلغلها الألم يبقى عندي عمق القطع هو سمك الرايش لكل شوط من أشواط الإيه من أشواط القطع أو أقول المسافة اللي بيتغلغلها القلم داخل الشغلة داخل الايه الشغلة تالت حاجة وهي سرعة القطع وسرعة القطع دي هي طول الرايش المقطوع في الدقيقة العوامل دي بيتأثر على بعض يا مستر محمد أيها العوامل دي بيتأثر على بعض إزاي؟ أقول لك العوامل الواجب مرعطة عند اختيار التغذية عشان تختار تغذية لازم تبقى حاسب ايه؟ تبقى حاسب رقم واحد سرعة القطع لأننا لو سرعة القطع عالية يبقى لازم تبقى التغذية بطيئة لو سرعة القطع قليلة هتبقى تغذية مختلفة رقم اتنين عمق القطع لما يكون عمق القطع بتاعي كبير يبقى أكيد حياخد تغذية بطيئة لما يكون عمق القطع قليل ممكن ياخد تغذية سريعة طب رقم تلاتة نوع معدن الشغلة هو لو نوع معدن الشغلة بتاعي طري المعدن اللي أنا بشتغل فيه طري يبقى ممكن ياخد تغذية سريعة إنما لو نوع معدن الشغلة ناشف يبقى اخد تغذية بطيئة طيب رابع حاجة نوع معدن اداة القطع اداة القطع بتصنع من معادن صالبة والصلابة بتاعتها لازم تكون اصلب من الشغلة بس مثلا لو نوع معدن اداة القطع الصلابة بتاعته متوسطة يبقى اخد تغذية قليلة لو الصلابة بتاعته عالية ممكن اخد تغذية عالية خلي بالك ان فيه تناسب ترد وعكسي ما بين كل حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها اخر حاجة رخم 5 سائل التبريد انا لو بشتغل بسائل تبريد يبقى انا كده معناه ان انا بعمل تسريب للحرارة بسرعة ان انا بقلل الاحتكاك ان انا بقلل قوى القطع اه وظيفة سائل التبريد انه يقلل قوى القطع انه يقلل درجة الحرارة وبالتالي لما يكون فيه سائل تبريد كويس حستخدم تغذية كبيرة لما يكون سائل التبريد مش موجود او ما بستخدمهوش يبقى اذا دلوقتي ايه حستخدم تغذية قليلة طب انا دلوقتي قلتلك ان انا في عندي تغذية التغذية دي يعني الشغلة بعد كل شغط تتحرك بالعرض عشان الالم بتاعك يقشط جزء جديد ما تيجي نشوف التغذية دي بتتم اوتوماتيكيا ازاي انا ازاي بصبط بصبط مقدار التغذية هقول لك ده ده جهاز بستخدمه في عمل التغذية الاوتوماتيكية عايز اعرفك الاول ان الجزء او القرص ده القرص ده متصل بالحركة الدورانية بتاعة التروس بتاعة المقشاط الجزء ده دلوقتي متصل بالحركة الدورانية المتصلة بتروس المقشاط يعني الفلانشة الدورانية اللي كانت بتحرك الزراع حركة ترددية متصلة بنفس العمود مع القرص ده ليه بقى؟ علشان القرص ده وهو بتحرك حركة دورانية لو تلاحظ ان الزراع ده اللي انا مسميه زراع الشوت مش متصل مع المركز ده متصل مرفقيا بمسافة تبعد عن المركز ليه؟ عشان لما يحصل هنا حركة دورانية يعمل الزراع ده حركة ترددية للامام بص كده لو دي بتلف القدام كده الزراع ده هيتحرك للامام ولو دي بتلف الورا كده يبقى الزراع ده هيتحرك للخلف يبقى عندي الزراع ده هيتحرك مرة للامام وهيتحرك مرة للايه؟ للخلف تعال معايا خلي بالك انا الجزء ده بيتحرك حركة دورانية طب وده متركب على ايه؟ عارف انت الصينية اللي شايلة الشغلة؟ ده العمود اللي مربوط مع الصينية العمود ده لو لف حوالين نفسه الصينية هتتحرك حركة جانبية يعني هتتحرك بالعرض يبقى إذن العمود ده بيتحرك مع الفلانشة أو التروس الدائرية اللي بتدي الحركة الرئيسية في المقشطة والعمود ده متصل مع عمود الطولة اللي هي المنددة اللي هي الركبة بتاعة الفريزة علشان لما ده يلف الركبة دي تتحرك بالعرض بص بقى إيه اللي هيحصل دلوقت الجزء ده والقرس ده هو بتحرك حركة دورانية الزراع ده حيتحرك مرة للأمام وهو بيتحرك للأمام دي اسمها سقاطة السقاطة دي بتعمل إيه والزراع ده بتحرك للأمام السقاطة دي حتزق الترس ده للأمام طب لما تزقه للأمام العمود ده هيلف معاه ولما العمود ده يلف معاه الشغلة تتحرك بالعرض طب حتقول لها مستر محمد ما هو القرس ده وهو بيلف كده الزراع ده حيزقها مرة للأمام فحيدي تغذية أمامية والزراع ده لما يلف ويجي هنا حيبدأ يرجع طب لما يرجع حيرجع الترسي تاني حقول لك لا دي اسمها سقاطة ومشقوقة والجزء بتاعها من هنا مسلوب ليه؟ علشان لما الزراع ده يجي يرجع السنة دي تترفع لفوق لأنها موجودة على سستة زي السيستيم بتاع العجلة اللي انت بتركبها لما بتزق البدالة بتاعتك لقدام بيزق العجلة لقدام انما لما بتيجي ترجع رجلك لورا اه العجلة ما بترجعش لورا بيعمل لها عملية تفويت نفس الحكاية يبقى القرس بتاعي ده وهو بيلف حيزق الزراع ده لقدام يوم يزق هنا السنة دي تزق الترسي لقدام مسافة التغذية انما وهو راجع لورا حيعمل ايه؟ حيعمل عملية تفويت علشان يبدأ يجيب سنة جديدة في الدورة الجديدة يبقى انا دلوقتي حولت الحركة الدورانية بتاعت الترس لحركة مرفقية عشان تديني حركة دورانية باستخدام السقاطة تديني حركة التغذية تعالى كده نشوف انت مطلوب منك تشرحها ازاي حنقول ان بيدير المحرك المسننة المرفقية في عندي جزء هنا ترس بيدور القرس ده في جنبه ترس مربوط على نفس العمود اللي احنا بنسميه المسننة المرفقية عن طريق تعاشيق الادارة الرئيسية ويوجد في هذه المسننة مصمار المرفق الذي يمكن تغيير موقعه انا عندي هنا ده زراع الزراع ده راكب على المرفق خلي بالك ان مصمار المرفق ده كل ما انا هقربه من المركز الدايرة هتصغر فالطول او المسافة بتاعة التغذية اللي هي المسافة اللي هيتحركها الزراع حركة ترددية دي هتكون صغيرة يبقى المصمار بتاع المرفق ده كل ما يقرب من المركز هيخلي الشوت بتاعة التغذية قليل وكل ما المصمار ده هيبعد عن المركز هيخلي الشوت بتاعة التغذية كبير يبقى نرجع تاني كده من الأول بيدير المحرك المسننة المرفقية عن طريق تعاشق الإدارة الرئيسية ويوجد في هذه المسننة مصمار المرفق الذي يمكن تغيير موقعه في اتجاه قطري وتحميل مصمار المرفق منزلقة من البرونز تنزلق في ثقب المرفق المتأرجح مسببة إزاحة الطرحية يبقى المرفق بتاعي ده وهو يتحرك للأمام حيخلي المصمار ده ينزلق للأمام علشان يعمل لي عملية الترحيل طب أنا دلوقتي بعدما عرفت تشغيل المكينة كلها بإيه تعرف أشغل المقشاطة بتاعتي لما هشغل المقشاطة بتاعتي وعرفت إزاي هعمل حركة ترددية من حركة دورانية عرفت إزاي هحدد بداية ونهاية المشوار أو الشوت بتاعي عرفت كمان إزاي هعمل تغذية أوتوماتيكية عن طريق إن أنا خلي المنددة الحاملة للشغلة تتحرك حركة عرضية عن طريق جهاز التغذية الرئيسي كل ده كنت بتكلم عن المخرطة طب تعالى نتكلم عن العملية اللي هتم عملية القشط عملية القشط في جانبين بيحتكوا ببعض أو بيأكلوا ببعض الألم بياكل في الشغلة يبقى إزا لازم الألم يكون متثبت كويس ولازم الشغلة كمان تكون متثبتة كويس طب تعالى نتكلم عن تثبيت الشغلة إحنا عارفين إن إحنا من طرق التثبيت العادية جدا هي المنجلة أو الملزمة والمنجلة والملزمة في منها أنواع كتير اللي هي المنجلة العادية المنجلة المركزية المنجلة الدوارة اللي أنا أقدر أخد بيها زوايا مختلفة ولكن افرض الشغلة بتاعتك أكبر من إمكانيات المنجلة هعمل إيه؟ هجيب مسامير وحط المسامير دي في المجائر الرئيسية بتاعة المنددة وبعدما حط المسامير دي هجيب قوامت القامت ده زي الشريحة من المعدن متقوبة بحيث أننا نربط بيها المسامير وتمسك الشغلة خلي بالك إن أنا عندي أشكال مختلفة من المشغولات على أساس شكل الشغلة وحجمها حد أتكلم عن إيه؟ عن طريق تثبيتها حجمها كبير فيها جزء بارز مش هيتعمل فيها عملية قشط يبقى أنا حقدر أثبتها بالمسامير والقوامت حجمها صغير يبقى حثبتها على منجلة الشغلة بتاعتي فيها ميل أو زوايا يبقى حستخدم منجلة مركزية أو منجلة عامة اللي بتستخدم في كل الأغراض طب أفرد الشغلة بتاعتي كانت شغلة سطوانية وعايز أعمل فيها مجرى حرفيو زي مجرى الخوابير يبقى إذن لازم أثبتها على كتلة حرف V كمان أفرد الشغلة بتاعتي كنت عايز أعمل فيها مضلعات زي ما كنا بنتكلم في بداية حلقتنا يبقى لازم أثبتها عن طريق إيه؟ عن طريق جهاز تأسيم يبقى أنا فيه طرق مختلفة كتير ولكن الطرق دي حتختلف باختلاف شكل وحجم الشغلة حتختلف باختلاف شكل وحجم إيه؟ إيه الشغلة؟ تعالوا نشوف مع بعض كده حنثبت المشغولات على المقشطة النطاحة إزاي؟ أول طريقة معانا وهي من طرق تثبيت المشغولات والطريقة دي باستخدام التثبيت المباشر على المندضة قلت لك إن أنا التثبيت المباشر ده لما تكون قطعة الشغلة فيها بروز قطعة الشغلة بتاعتي كبيرة وبالتالي مش حقدر أمسكها على منجلة من المناجل يبقى إيه أنا هستخدم المجاري حرف T دي اللي موجودة في الطاولة بتاعة المكينة اللي هي يعني موجودة في المندضة هركب فيها مسامير وبعدين هجيب القوامط دي واربط القوامط دي باستخدام المسامير على جزء من الشغلة بس لازم أكون واخد بالي إن الجزء العلوي من الشغلة ده اللي حيتعرض لعمليات القشط يبقى إذن الأجزاء اللي أنا استخدمتها في عمليات الربط لازم تكون بعيدة عن حركة الألم وحركة الشغلة يبقى أنا عندي من طرق تثبيت الشغلة على المقشطة التثبيت المباشر والتثبيت المباشر ده لازم يكون أو أنا باستخدمه على المشغولات الكبيرة ولازم يكون الأجزاء بتاعة الربط بتاعت اللي هي القوامط والمسامير أو الجوايت لازم تكون بعيدة عن حركة إيه؟ عن حركة الألم بتاع المقشط طيب أنا لو الشغلة بتاعتي صغيرة حعمل لها عملية تثبيت ووقفها قدام الألم إزاي؟ حوقفها وعمل لها عملية تثبيت عن طريق المنجلة المنجلة بقى فيه كذا نوع من المناجد عندي مثلا المنجلة العادي اللي فيها فك ثابت وفك متحرك وعندي فتيل الفتيل ده لما حيدور حيحرك الجشمة بتاعت المنجلة فيبدأ الفك المتحرك يبدأ يمسك على الايه؟ على الشغلة طب تعالى نوع كمان من أنواع المنجلة عندي منجلة اسمها المنجلة أو الملزمة المركزية المركزية دي يعني أنا بقدر أثبت الشغلة ما بين الفكين وبقدر أديها حركة دورانية ولازم المنجلة المركزية عندي بيكون هنا الفكين بيتحركوا مع بعض عشان أثبت الشغلة في مكان في المنتصف وطبعا تكون المنجلة بتاعتي بعيدة عن صدمات الألم بعيدة عن حركة الألم ويكون السطح العلوي للمنجلة في فرق ما بينه وما بين السطح للشغلة اللي حتتثبت عليه طب تعالى نوع كمان من المناجل أو الملازم المستخدم عند المنجلة أو الملزمة العامة يعني إيه عامة؟ يعني بتستخدم في كل الأغراض يعني إيه بص كده معايا المنجلة دي تقدر تلفها حوالين نفسها تقدر تعمل بيها عملية ميل الأعلى والأسفل المنجلة طبعا فيه فك ثابت وفك متحرك وفتيل بربط بيه طبعا إنها تلف حوالين نفسها ده معناه إن فيه زوايا أو حاجات زي المجار المائلة الميل بتاعي الأعلى والأسفل حيديني ميول فيه القطع اللي أنا أو عمليات القطع اللي أنا ممكن أقطعها زائد إن أنا قلت لك لازم تخلي بالك من إيه؟ لازم تخلي بالك من الشغلة اللي موجودة كل الأنواع المناجل دي أو الرابط العادي ينفع فيه المضلعات مشغولة مقطحة مربع يبقى ضلع من هنا وضلع من هنا مستطيل مسدس ففيه جنبين قصب بعض أو مثمن يبقى ممكن أعمل لها عملية مسكة على المنجل إنها مفرض إن الشغلة بتاعتي مشغولة سطوانية طالما الشغلة بتاعتي مشغولة سطوانية يبقى لازم أستخدم إيه؟ كتلة حرف V لأن الكتلة حرف V بالقامت ده هتبدأ تثبت الشغلة طبعا في الحالة دي طبعا لازم تكون الشغلة أصلا طويلة عشان وأنا بعمل عملية التسبيت أخلي نهاية المشوار بتاعتي قبل القامت ده عشان ما يحصلش استضام ما بين ما بين الألم القاطع وما بين القوامت اللي ربطت أو ما بين الشغلة تمام؟ طيب نيجي بعد كده في حاجة مهمة وهي أنواع أقلام المقاشط قلتلك إن انت علشان تبقى دارس دراسة كاملة الدراسة دي تقدر من خلالها تشتغل على المقاشطة لازم تكون عارف إيه؟ تكون دارس المقاشطة كويس بأجزاءها بحركتها بطرق تشغيلها رقم اتنين تكون دارس المشغولة يعني إيه دارس المشغولة؟ دارس المشغولة من حيث نوع معدنها وطريقة تثبتها أنت لما تكون فني وتشوف الشغلة بشكل معين هتقول دي محتاجة كطلة حرف V دي محتاجة تثبت على جهاز تقسيم دي محتاجة تثبت على منجلة أو منجلة بتميل معيزة للمنجلة العامة أو بزاوية والكلام ده تالت حاجة أنا تكلمت عن المكنة وتكلمت عن الشغلة لازم أتكلم عن الحاجة اللي بتغير شكل الشغلة اللي هي الألم والألم ده له مواصفات مواصفاته تقريبا تقرب للمواصفات الموجودة في أقلام الخراطة وتقرب كمان لسككين الفرائز ليه؟ لأن دايما ألم المقشطة أو ألم المخرطة أو الفرائز أو البنط اللي انت بتستخدمها في عمليات التأب بتكون دايما لازم تكون صلادتها أعلى من المعدن اللي مقطوع طب إيه هي المعادن اللي بتصنع منها؟ إيه هي؟ المعادن اللي بتصنع منها أقلام المقاشط رقم واحد عندك حاجة اسمها الصلب الكربوني نمرة اتنين عندك حاجة اسمها صلب السرعات العالية أو اللي بنقول عليه الصلب سريع القطع يبقى صلب كربوني صلب سريع القطع عندي كربيدات ملبدة عندي المواد الخزافية اللي احنا بنقول عليه معدن السيراميك عندي الماس يبقى أنا عندي صلب كربوني صلب السرعات العالية الكربيدات الملبدة السيراميك والماس وانا جايبهم بالتدريج كده التدريج جاي من أقلهم صلادة لأكثرهم صلادة طبعا احنا عارفين ان الماس هو أصلة دلمعادن اللي هو عبارة عن 100% كربون وبما انه هو أصلة دلمعادن يبقى حيقدر ياكل في أي مادة موجودة ولكن طبعا التكلفة بتاعته عالية وبالتالي أنا مش هستخدمه إلا في ماكينات يكون تمنى غالي أو في عمليات انتاجية زاد قيمة كبيرة طبعا الألم بتاعي لازم تكون في مواصفات المواصفات بتاعته انه يكون بيتحمل الإجهادات بيتحمل درجات الحرارة العالية وبيتحمل قوة الاحتكاك وتكون صلابة بتاعته أعلى من صلابة الشغلة علشان يقدر يأكل فيها تمام كده؟ وعرفنا ان مواد صنعه هي ايه؟ صلب الكربوني، صلب السرعات العالية، الكربيدات الملبدة، السيراميك اللي هي المعادن الخزافية والماس تعال نشوف كده ايه هي المواصفات والمواد اللي بنصنع منها أقلام المقاشط أنواع أقلام المقاشط بتشبه أدوات القاطع المستخدمة على المقشطة مثل المستخدمة على المخرطة فهي زائد حد قاطع واحد ومن نفس مواد القاطع ومن نفس مواد الايه؟ ومن نفس مواد القاطع طب تعال نشوف ايه هي المواد اللي بتستخدم في صناعة أدوات القاطع بيقول لي تصنيف أدوات القاطع من حيث معدن القاطع رقم واحد فلاز علي الكربون اللي هو الصلب الكربوني نمرة اتنين فلاز السرعات العالية اللي هو صلب السرعات العالية تمام نمرة تلاتة فلاز المقصة أو الفلاز القصي الفدية اللي هي الكربدات الملبدة نمرة اربعة الايه؟ الماس الصناعي يبقى انا دلوقتي عارف ان انا عندي من أدوات القاطع اللي انا بستخدمها صلب الكربون اللي هو فلاز عالي الكربون وصلب أو فلاز السرعات العالية فلاز القصي اللي هو الفدية اللي هو الكربدات الملبدة نمرة اربعة الماس الايه؟ الصناعي طب تعال كده تصنيف أدوات القاطع من حيث الاستخدام يعني ايه تصنيفها؟ يعني انا ممكن اكون بعمل قشط خارجي يعني هنا بعمل تسوية للسطح الخارجي وهنا بتكون سكاكين الفريزة كاملة أو لقم يعني ممكن تبقى الجزء ده لقمة متركب في قلم ملحومة فيه بتختلف حسب العمل المطلوب منها خلي بالك ان ده بيقشط قشط خارجي طب بص كده ومنها المخصص للخارجي بس بيعمل مجاري ومنها كمان المخصص انه يعمل قشط ايه؟ قشط داخلي انما ممكن ألاقي ان انا عملية القشط الداخلي ديت ممكن تكون ايه؟ من داخل شغلة من داخل شغلة الشغلة دي بقت استوانية فانا بالتالي بقيت محتاج هنا الالم بتاعي يكون جزء متركب في شقة الشقة دي هتخش جوه الايه؟ الشغلة يبقى بتكون غالبا لقما من فلاز السرعات العالية او الفدية المجهزة حسب القطع المطلوبة وبتركب بواسطة حامل للايه؟ للقشط الداخلي كده يبقى احنا النهاردة عملنا ايه؟ عرفنا اجزاء المقشطة عرفنا كمان ادوات القطع اللي بتستخدم على المقشطة وعرفنا كمان ازاي باخد الحركات الرئيسية في المقشط بس انت لازم تبقى عارف ان الاقلام اللي انت هتشتغل بها دي لها زوايا قطع وليها طرق تسبيت وليها حركات اوتوماتيكية ميكانيكيا وهيدروليكيا عايزين تعرفوا زوايا القطع والحركات الميكانيكية والهايدروليكية؟ يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة الى ان اراكم على خير باذن الله اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة